في الشأن الاقتصادي دعا رئيس الوزراء الأوكراني فلودومير هرويسمان رجال الأعمال الفرنسيين إلى المشاركة في عملية خسخصة الشركات الأوكرانية المملكة للدولة جاء ذلك خلال اجتماعه مع رؤساء الشركات الفرنسية العاملة في أوكرانيا وأعلن هرويسمان أن مجلس الوزراء سيتخذ غدا قرارا بشأن بداية خسخصة مصنع من أوديسا وأقدم في هذا الإطار وعدا بأن تكون عملية الخسخصة مفتوحة للجميع وفي ظل منافسة حقيقية هذا من المفترض أن يتم خسخصة ما يقرب من أربعة ألاف شركة أوكرانية مملكة للدولة هدفنا الطموح هو استئناف النمو الاقتصادي وكما تعلمون فإنه لا يمكن أن يتم ذلك دون جودة في مناخ الاستثمار والأعمال أعتقد أن خطأنا في الغرب يتعلق بقضية تقديم صورة أوكرانيا لأن هناك تقييم غير موضعي لشؤوننا ولكن نحن ندرك جيدا مشاكلنا ونفهم أنه يجب علينا حل هذه المشاكل ليس من أجل ازدهار مجال معين ولكن من أجل جعل بلادنا ناجحة وهذه هي القوة التي ستنقلنا إلى الأمام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر